أهل تفضل والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في نفس الحلقة المداخلة آه والله يريكم الله يعني عايزين تفسير ولا يأتلي أول الفضل منكم والسعة نعم في تفسير البرهان هذه الحديث تسعة وتسعون عن علي بن إبراهيم في رواية أبي جارود عن أبي جحفر عليه السلام لا 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 واحدة واحدةhill قل لنا السند كامل لو سمحت أنا لا أقتمع السند يا باشر انت العيل الوسخ اللي بتقول على نفسك إخباري صح السباب الشتام الشتام الوسخ يا الله يوسخ يلا يلا يوسخ شفت بقى يلا يوسخ كمان مرة عايزة تلت مرة ورامع مرة امشي يا وسخ يلا لما تتعلم من النظافة خش علي كده وقول لي يا شيخ وليد أنا تعلمت النظافة ممكن تسمح لي أن أنا أتداخل في المداخلة صح لأن أنت بتفضل وسخت العمرك أسمح لك بالمداخلة وببقى عارف صوتك وأقول يمكن ربنا يهدي ولما تتزنق بتشتم أم الممين عائشة فلا يلدك بقى مؤمن من جحر مرتين صح صح ولم صح يلا ومش عدي رقمك للناس يلا الله مش حدي للناس دلوقتي لكن لو دخلت تاني ادخل وتقدم يعني ناقش نقاش علمي لما تزنق ما تشتمش لأن أنا ما بشتمش الله أنا مستعم يقول لك إحنا ما لدي دخل في السنة ده اسمه الإخبار يا أخوان ملوش دعوة بالسنة بطيخ طب أنا أعرف منين أن الرواية دي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أعرف منين أن الرواية دي قالها أهل البيت في حاجة اسمها عن فلان عن أبي الجاروت يعني اتنين في السند اتنين في السند ولا ده شاف ده ولا ده شاف ده طب إزاي لو للإسناد لقال من شاء ما شاء لو للإسناد لقال من شاء ما شاء طب أنا لو جبتلك الرواية دلوقتي يا إخباري بلا إسناد عندكم وبتزكي السيدة عائشة رضي الله عن العضاه هتاخدوها ولا هترفضوها ساعة هترفضوها يبقى المسألة أنتوا شغالين بالدماغ بقى بالهوى هوجبك على الرواية دي أخدتها هوجبك من أن الرواية دي لأ دي ضدنا من أخدهاش وهكذا فالله المستعان فأنا بحذرك يا ابن تاني أنا عارف أن أنت الإخباري بعد كده إن شاء الله عايش تدخل أسمح لك بس لما تزنى ما تشتمش بس